السيدات والسادة السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه حلقة جديدة من برنامجكم بالمنطق ولقاء يتجدد دائما على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر رحيل استنوار نقطة تحول مهمة في الحرب على غزة لكن هل ممكن تبقى بداية النهاية للحرب وفقا الوصف نتنياهو أم أنها ستتحول إلى تشتيت في الداخل الإسرائيلي وفوضى داخل حماس وتصبح الأمور أكثر تعقيدا صحيح أن الصدفة التي قتلت السنوار منحت دولة الاحتلال وحكومتها المتطرفة نصر معناوي مؤقت باعتبار أن السنوار وفقا للاحتلال هو مهندس عملية طوفان الأقصى وباعتبار كمان أن الشخصية القوية الرجل القوي الذي تزعم الحركة بعد اغتيال رئيس مكتبها السياسي الراحل إسماعيل هنية في طهران ولكن الأثار الهائلة التي خلفتها الحرب على إسرائيل نفسها وعلى القضية الفلسطينية والشرق الأوسط عموما لن تنتهي بنهاية السنوار لسه في حوالي 100 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ولم تتمكن دولة الاحتلال من استعادتهم بل أنه في مراقبين شايفين أنه فرص استعادة هؤلاء المحتجزين أحياء عبر إبرام صفقة أصبحت أكثر تعقيدا بعد اغتيال السنوار وأنه كمان من الصعب التكهن بالكيفية التي ستنضي بها الحرب على غزة بعد هذا التطور خلونا نقول أنه بعد عمليات طفان الأقصى بدأ الاحتلال الإسرائيلي في البحث عن السنوار باعتباره مطلوب رقم واحد وبعد سلسلة من العمليات الفاشلة لاستهدافه على مدى سنة تقريبا جاءت الصدفة لتكتب نهاية يحيى السنوار بصورة درامية والحقيقة أنه الطريقة التي تمت بها عمليات الاغتيال كان لها أهمية وكان لها متابعة وتحليل أكتر من حدث وفاته نفسه بمعنى أنه الرواية الإسرائيلية بتقول أنه اغتياله كان أتى بدون تخطيط مسبق من المخابرات والجيش الإسرائيليين وأنه القوات الإسرائيلية رصدت ثلاث عناصر بيتحركوا بين المباني قرب حي تل السلطان برفح جنوب القطاع وحصل تبادل إطلاق النار فتفرقت العناصر المرصودة وحد منهم صعد داخل المبنى لتكتشف قوات الاحتلال أنه هو السنوار نفسه وتقوم بقصف المبنى بقذائف الدبابات هذه الرواية بتكذب التبريرات الإسرائيلية اللي كانت بتقول أنه السنوار مختبئ في الأنفاق وبيستخدم المحتجزين كدروع بشرية في تحركاته داخل الأنفاق وأنه بيحتمي بالأسرى المدنيين للحفاظ على حياته وللبحث عن خروج آمن له من غزة وبعيدا عن تحليل المشهد والصورة اللي خرجت بها عمليات الاغتيال خلونا نقول أنه استهداف السنوار له تداعيات على عدد من المستويات منها مثلا تأثير رحيله في حركة حماس نفسها وانعكاس دائي على مصار المفاوضات في صفقة المحتجزين وإعادة أعمار غزة وكمان تداعيات اغتياله على مصار العمليات العسكرية والقتال الدائر في القطع لو تكلمنا في البداية عن تأثير رحيل السنوار على المفاوضات اللي هو تقريبا الموضوع الأهم على صفقة الإفراج عن المحتجزين هنلاقي أنه الداخل الإسرائيلي شايف أن دي فرصة ملائمة لإبرام صفقة المحتجزين وأنه خلاص كده انتهت كل حجج نتنياهو ودلوقتي كل المبررات اللي بيقولها لأهالي المحتجزين أصبحت بلا معنى لكن في المقابل نتنياهو شايف أنه الحرب لم تنتهي بعد وأنه لسه أمام دولة الاحتلال تحديات كبيرة وأنه مستمر في العدوان لحين تحقيق أهدفه طيب حتى لو الداخل الإسرائيلي مرس ضغوطا أكثر قوة على نتنياهو للعودة لمفاوضات صفقة المحتجزين ماهو ده هي تطلب قيادة جديدة الحماس علشان تتفاوض وهنا يجي الفكرة تأثير رحيل السنوار على حركة حماس نفسها البعض بيرى أنه الأمور قد تتعقد داخل الحركة لعدم موجود خليفة واضح وفوري والبعض الآخر شايف أنه غياب السنوار سيعيد القرار للخارج اللي هما قيادة الحركة خارج قطاع غزة وطبعا زي ما قولنا عارفين أنه غالبية قيادة حماس وأعضاء المكتب السياسي ومجلس الشورى ولجنة التنفيذية موجودين خارج القطاع وهم اللي شاركوا قبل كده في الاجتماعات الحاسمة ووفقوا على السنوار رئيسا للحركة بلا منافس باعتبار أنه هو القائد الميداني الموجود على الأرض ولكن التجربة أكدت أن السنوار كان يركز على القيادة العسكرية الميدانية وكان الاتصال بي صعب ومعقد ويعني شبه منقطع لفترة طويلة وبالتالي الوقت الحالي محتاج قيادة سياسية تدير عملية التفاوض على صفقة المحتجزين والتفاوض على وقف إطلاق النار الكلام ده بيخدنا للحديث عن المرشحين لخلافة السنوار وفقا للنظام الأساسي للحركة حماس فإن أعضاء مجلس الشورى المركزي واللي بيضم حوالي خمسين عضو من بينهم أعضاء المكتب السياسي المركزي هم اللي بينتخبوا الرئيس وغالبا ما تجريب بعض الترتيبات أو التوافقات لاختيار الرئيس قبل التوجه إلى الانتخاب المباشر وفي اللحظة دي بيكون قيادة الحركة في قطاع غزة أو قيادة الحركة في قطاع غزة له مستقل الأكبر في الحركة بيبقى لهم الدور الحاسم في اختيار رئيس المكتب السياسي المركزي من خلال تفاهمات داخلية قبل التوجه إلى مسألة الاقتراع على الرئيس المهم أنه من أبرز القائدات اللي ممكن تتولى رئاسة المكتب السياسي خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة باعتبار أنه كان مقارب من السنوار وفي عام 2006 خليل الحية قاد كتلة حماس في المجلس التشريعي بعد فوز الحركة في آخر انتخابات فلسطينية وبيعتبر هذا الرجل من أبرز مؤيدي الكفاح المسلح ونجى من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية خصوصا في سنة 2007 لما استهدف منزله شمال القطاع وقتل في هذه العملية عدد كبير من أفراد عائلته أحد المرشحين أيضا هو موسى أبو مرزوق وده واحد من الوجوه المعروفة في الحركة الفلسطينية ويعتبر من كبار مسؤولي المكتب السياسي لحماس وده نقدر نعتبره نفس التوجه البراجماتي أو النفعي اللي كان عندها نية وعنده انفتاح في المفاوضات وخصوصا المفاوضات وقف إطلاق النار طويل الأمد مع إسرائيل والقبول بحدود 1967 حدودا للدولة الفلسطينية فيه كمان زهر جبارين وده بيتولى منذ فترة طويلة إدارة الشؤون المالية لحماس ده أمين السندوق وكان مقرب من الرئيس السابق للمكتب السياسي إسماعيل هنية حتى وصف بأنه ذراعه الأيمن وفي عام 2011 أطلق صراحه بعد اعتقال دام 18 سنة كان بيقضي خلالها حكم بالسجن مدى الحياة وخرج فيه عملية تبادل أسرة فلسطينيين مع الجندي جلعات شاليت اللي أصرته حماس وبقى يعني أسير لديها لمدة خمس سنوات طبعا من الأسماء المرشحة بقوة خالد مشعل اللي شغل قبل كده منصب رئيس المكتب السياسي للحركة واستمر في منصبه حتى العام 2017 ثم خلفاه إسماعيل هنية مشعل نفسه نجأ من محاولة اغتيال سنة 97 في عمان بعد عملية نفذها جهاز المخابرات الإسرائيلي باستخدام السم واستطاعت الأردن القبض على عملاء الموساد والحصول على الترياق أو الدواء اللي أنقذ قائد حماس من الموت وفي حال توجهت الحركة نحو اختيار قائد ميداني لرئاستها فإن اسما واحدا يبرز باعتباره الأوفر حظا هو محمد السنوار الشقيق الأصغر ليحيا السنوار وده واحد من أبرز وأقدم قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وهو العقل المدبر لعملية أسر الجندي جلعة شليد المهم أنه أي حديث عن عودة المفاوضات أو الاتفاق على صفقة للإفراج عن المحتجزين هو حديث مؤجل لحين الإعلان عن رئيس جديد أو قائد جديد لحركة حماس والقيادة الجديدة هي اللي ستكشف عن مستقبل الحركة ومستقبل مصار المفاوضات أما بالنسبة للنشاط العسكري للحركة وتأثره بعملية الاغتيال فالتاريخ القريب بيقول أنه النشاط العسكري في هذه الحرب لم يتأثر بشكل كامل باغتيال بعض القادة البارزين لحماس مع الأخذ بعين الاعتبار أنه استهداف السنوار سيكون أكثر تأثيراً أو اغتيال السنوار سيكون أكثر تأثيراً على الحركة مقارنة باغتيال قادة في كتائب القسام وباغتيال هنية نفسه بالنظر إلى دوره الكبير أو دوره الميداني في إدارة الحرب لكن حتى الآن حماس لا تزال قادرة على الاحتفاظ بهيكلها التنظيمي على المستوى السياسي على الأقل حتى بعد اغتيال زعيمين لها في هذه الحرب وحتى الآن لا يزال نتنياهو متمسكاً بخيار الاستمرار في الحرب